نسرين أم لأربعة بنات حملت الكثير من الأحلام والأمنيات في ولادة طفل ذكر ذهبت إلى مستشفى الولادة في كربلاء لكي يتحقق هذا الحلم لكنها أخرجت ميتة من صالة العمليات دون أن تتكاحل عينها برؤية مولودها الجديد وهو بثمانية من الطواري لا عنايعتهم لا عنايعتهم هاي كل شيء معتهم يا ابن الحال مصيبة طوى علاجة ضربانها يشوفونها يقولون يا ابن المفطرين احنا ما نشغل بكم اطرعوا برا هنا شغلاتنا مشتغلها آخر شيء ما انتهت ودوها الملد لعمليات لما اننا ودنا العمليات العملات من احنا يا ابن شيء نتردون معنا يقولون منكم ثم نمطال دم لقنا ما دار يهدم دم ذهبين وين بالصبطة ما للزبالة أرد روح أنا للبيت وما يخلني يقولين العمى بقيمني لما تجومي لو انا ظلوا تجومين يوم باشير لبتع يا يوم تجين امين طيق حتى صبري والله كالساعة من ألساني يبتل على المن والله تعابني العمو بيوت له وليش نقدامين المنصين جالنا أليل والله كالساعة تبوس بي أريد أمو عمي جيبين أمي من اينا جيب أمين يا العقومة أريد أمي العقومة أريد أمي منها تكوم مدير مستشفى الولادة كشف عن أسباب الوفاة في وقت أكدت عائلة الفقيدة إنها لم تتناولوا أي دواء لكنها تعرضت للتأخير قبل دخول صالة العمليات دخلت المريضة إلى طوار مستشفى النسائي والتوليد في تمام الساعة الثامنة إلى عشر مسائم من يوم تسعة أربعة لفين وثلاثة وعشرين وكانت لديها ألام شديدة لا تتناسب مع الولادة الطبيعية مما بعث الشكل لدى الكادر إنه ربما أخذت أدوية لزيادة تقلصات الرحمية بالفعل تم إبلاغهم من قبل مرافقي المريضة إنه أخذت هذه الأدوية وبعد ذلك الساعة الثامنة وسبعة عشر دقيقة تم إحالة المريضة إلى صالة العمليات نتيجة وجود بوادر على خطورة على حياة المريضة والجنين أجريت لها العملية فورا في صالة العمليات الثامنة وثنين وثلاثين دقيقة تم ولادة الطفل بعد ذلك تكون فريق طبي من سبعة أطباء لأن حالة المريضة كانت خطرة جدا عبارة عن انفجار بالرحم والجوف البريتوني عبارة عن مملوء بالدم أجريت لها كل الإسعافات من أجل إنقاذ حياة المريض أنا مرافقتها لا أخذ علاج ولا أخذ أي شيء وظلت بالطواري الصيح الصيح أماك وأتوسلين أماك يقل لي لجيبين جنسية مالتها ألا سويش طابلة يبت لهم عودات تعالي لها راح تموت لت الدخلين راح أطلع برأيتي أمالي الخلق ظلتها سيع علي راحت وردت علي لقيتها صايرة زرق هم عودات طبباني ماك وإجئا لما شابنا صارت كل الزرق إجئت أنا قمتها فيلها بالدفتر طلعا حتى طلعانها بالستديمالتها طبواني العمليات شالت عنها لو أتجين ومكشمها وخشمها وهي صايرة زرق لما طبت العمليات من كربلاء حسن هادي دجلة الفضائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر